السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مشاهدين الكرام في سلسلة حلقة احتراف المونتاج من الصفر حتى الاحتراف. معكم عبدالرازم أغدا. النهاردة كلامنا عن. إزاي نحن نحذف كل الملفات الموجودة على البروجيكت اللي غير مستخدمة في السيكونس. يعني أحيانا اشغالي على مشروع كبير على برنامج البيرمير. وبص التلاقي مسلا عندي الفة أو الفين مثلا ملف مودين على أنا استخدمت منهم اه اربعمائة بخمسمية مسلا ملف والالف وخمسمائة ملف التانيين او او الف فايل التانيين انا عايز اي هزيفهم. فبالتالي انا مش عارف ايه الملفات بتبقى المتدخلة مع بعض. انا مش عارف ايه الملف اللي انا قطدمته وايه الفيديو اللي انا ما استعدمتهش. ايه الصورة اللي انا اخدتها والصورة اللي ماخدتهاش. فالدنيا بتبقى مختلطة عندي. والفايل و felic عندي بيبقى ضخم جدا وكبير جدا. ازاي ان انا اتخلص من الملفات الغير مستخدمة على برنامج البرمير بطريقة سهلة جدا وبطريقة بسيطة جدا. خلينا نشوف الوقت مع حضراتكو هنيجي عند البرنامج البرمير طبعا اه ده الفولدر او البروجيكت اللي فيه كل الفايلات اللي احنا اه شغالين عليها. مسلا انا البروجيكت عندي هو يدوب بس المستخدم في المشروع عندي هما دول بس. فازاي ان انا اتخلص من باقي الحاجات الغير مستخدمة ماشي. طبعا في كزا موجود عندي اه في حاجات تانية. ممكن دي برضو بتتحط البريمير ما يقدرش ان هو يتخلص منها لانها شغالة ومشجولة على يعني كل المفتوحة او حتى مقفول ولكن كل الفيديو من دول موجود جوا سيكونس البرنامج البرمير مش هيقدر يتخلص منه. فهنيجي على وبعدين نقول له ايه اه اه فيديو خلاص هنيجي اه اه ماشي وبعدين هيبدأ يقول لك ان هو اعمل لكل الملفات الغير مستخدمة في المشروع بتاعنا ككل. ان شاء الله نستكمل باقي الفيديوهات. اه في الحلقات اللي جاية ان شاء الله. لو دي اومر زور القناة ممكن تشتركوا في القناة. واتفعلوا اه زر الجرس حيث ان يجيلكم كل الدروس الجديدة ونشوفكم في حلقة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.